بسم الله الرحمن الرحيم المعبد اللي قامته على ثلاث مسطحات مستشهدة بما قام بملوك الأسرة الحداشر ووضعت فيه مجموعة من المناظر الغريبة والجميل أن المعبد كان محور لها حديث عن علاقة شابة ما بين الملكة أو علاقة قامت ما بين الملكة وما بين مهندسها سن موت ماذا كان سن موت يمثل لحد شبسوت هذا المعبد قدامنا البلان بتاعه بكل العناصر المعمرية من الجزء السفلي الجزء الأوسط ثم الجزء العلوي اللي أضيف إليه في العصر البطلمي المعبد مسطحاته الثلاثة بأثاره بكل ما فيه بالتعليقات اللي بتتقال بالكلام اللي البعض بيذكره من إن هل حد شبسوت كانت بتعمل المعبد وأرادت إن هي تعمل معبد وتحط الشجر المناظر الشجر اللي بتحطين هل الكلام ده صح ولا غلط كل ده هنشوفه مع بعض وإحنا شغالين على جسر جسوري إيمان معبد الملكة حد شبسوت في منطقة الدير البحري قدام المعبد موجود عندي مجموعة من القواع بتاعت الأشجار دي موجودة في العصر الحديث يا جماعة دي مش من زمن المعبد ولا قديمة ولا الكلام الجميل ده المستوى الأول يمين الداخل اللي هيبقى شمال حد شبسوت على هيئة الأسد رجول أمون على اللي مين نقدر نقول إنه مناظر للنباتات وتقدمة القرابين يعني مناظر معتادة عادية ممكن حالة بتاعتها تعبانة جدا لكن المناظر بشكل عام قدي النباتات وقدي مجموعة من الطيول المختلفة اللي بتقف على الظهر الظهور كل منها المعنى الديني بتاعها ممكن نلاقيه إن أنا بقف الظهرة اللي بقف على زهرة اللوتس مثلا يبقى علامة الولادة يبقى الميلاد أو ما شابه الأمر ده لو جينا ناحية الجنوب اللي هو على دين الشمال هو ده المهم اللي أغلبنا بيقف عن وهو منظر نقل المثالات هنعرفين إن حد شبسوت في الكارنك قالت إن هي أرادت أن تقيم لأمون اتنين تيخنوي تيخنوي أو تيخنوي مثلتي في المعبد نقلتهم من أسوان وكان فيهم المثالة بيعتقد إن المثالة الناصة اللي موجودة في أسوان بيعتقد إن هي كانت من أقام حد شبسوتك هتتبقى أعلى مثالة المنظر لما بيكتملوا بوعات ترميم والحيات دلوقتي 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 ترميم بشكل إلى حد ما مقبول على عشر مراكب وبيوضعوا بيتم عملية النقل وبيضع فيهم المثالات بقمتها وبعدين عملية وضعها في القاعدة بتاعتها يعني إحنا نبقى محتاجين ولو محاضرة كاملة إزاي كان المصر بيثبت المثالات في مكانها المثالة زي ما قلت لحضراتكم وإحنا بنشرها هننصر هي رمز من رموز اللي هوية الشمس رمز من رموز الثبات والوجود وتحديد أماكن المعبز زي ما قلنا لبيب حبشي اللي في كتابه رائع عن المثالات المصرية ده تمت عملية نقل المثالات من الجنوب إلى الشمال من أسوان إلى الأكثر زي ما حد شبسوت تأمل تيجي حد شبسوت تأمل جرية الحسين أحد الجريات التقصية اللي بتتم علشان تعلن فيها الملكة سيطرتها أو إن هي أتمت كل شيء بأسن الإله المعبد هنا هل حنعتبره معبد جنازي هل حنعتبره معبد ايه المعبد هنا الحقيقة بيسموه معبد جنازي بيسموه معبد شعائر لكن أنا في النهاية هتلقوني الأفضل إن أنا بحب أول أسميه معبد الترجمة بتاعت قطو المعبد اللي في الرأس بيقصوا دي قطو بالمعبد اللي في الرأس بيقصوا المعبد فكرته في دماغ المصري المصري عاوز من ورا حاجة عاوز فكرة هو يقدمها عاوز حاجة هو يقدمها المعبد عايز أقول لكم كمان انه مثال حي على العلاقة الطيبة بين حد شبسوت واتحط مصر التالت المستوى التاني عندي بقى بيبقى بيمثل عندي نوع من انواع النقلة حد شبسوت بتعملي نقلة تانية بطلع من المستوى الاول للمستوى التاني عشان نشوف الشمال اللي هو يمين الداخل حد شبسوت زي ما قلت في معبد القصر ما كانتش حريصة انها تمثل نفسها كملكة على مصر هي عارفة ان هي في مرسوم المرسوم ده لو لها ادراحها بالبلد زي ما بنقول فكانت حريصة انها تلعب على وطر انها تبعد عن كده طب هلعب ازاي لعبة بلعبة الولادة اللي هي اللي شرحناها بالتواصيل في معبد القصر تقدروا حريكوا ترجعوه البنزر على الشمال ودي ملاحظة غريبة احنا مش قليلين نفهمها لغاية النهاردة طب ليه امون او ليه المهندس بتاعة شبسوت سنموت محطش مأسورة حط حور اللي هي مرتبطة بالولادة محطش جنبها المنظر بتاع الولادة ليه نقلوا انها حط تاني جنب مأسورة انوبيس حتش بسوط ادي امون شفنا امون شفنا الملكة شفنا ادي الملكة الام مثلا وهي بتاخد من خنم متاخد من جحوتي انها هتبقى ما ام ليه ابنة من امون بعد كده بتتاخد الى مخدع امون وتبدأ العلاقة ما بين امون وما بين الملكة الام عملية النقل بتاعة الملكة الام والزواج المقدس اللي شرحناها كويس قوي قلنا تلامس الكوع مع تلامس اليد مالوش علاقة خالص بيه ان المصري ما صورش المعنى الجنسي لا هو صور المعنى هنا حسب متون الارام زي ما اتفقنا بعد كده خنم بيبقى شغال بيشكل الطفل على عجلة الفخار بتاعته وعى جحوتي اللي بيكتب له القدر والمصير بعد كده بتيجي لالهات الحطحرات السبعة حتى ان البعض بيربط ما بين فكرة الحطحرات السبعة والسبوع بتاعنا علامة استفهام هل ده مقبول او لا في العرف الشعب المصري عندناش قدلة كتيرة ربما تكون هي او مع سقوط الحبل يتم عملية الرضاعة ثم يقدم الطفل وقرينه الى الارباب ليبجلوا ويمجدوه ثم ينتقل بعد ذلك تقدمة الطفل بشكل كامل الى الالهة حطحور لتتم عملية الرضاعة ثم يتلقى امون في اخر المنظر من خنم معلنا ان هذا ابنه ووريسه الذي سيحكم من بعده بعد كده بيبقى عملية النقل الطفل وقرينه بيبدأ عملية الولادة الكاملة وبتبدأ الدنيا تبقى شغالة تمام حتش بسود هنا عملت نفس المنظر وهنا في الدور التالت البولنديين هما بيركبوا صوروا لنا معبد عيد القوبت اذا انا عندي قوبت موجود هنا وقلت من في معبد القصل الطالما في قوبت يبقى ربط ما بين القوبت وما بين وجود الولادة او ما تسمى بالولادة الالهية هنا بلاقي امون خلاص المناظر بالكامل اخدناها مع بعض امون بكل التفاصيل بتاعت المناظر بتاعته بيجي بعدها مقصورة انوبيس هنا بيجي الملك بعد كده بيعمل او الملكة بتعمل عملية التطهير امام امون وبتطهر الارض وبتقدم القربين وبتعمل كل الجريات والنصوص التقصية وبتبقى امام مقصورة انوبيس مقصورة انوبيس يمكن كتير من اخواتنا المرشدين عارفين الذكرى بتاعتها وذكرى رحمة الله عليه السيد عادل حماد اللي كانت سنة 1997 والحدثة الشهيرة اللي حصلت فيه المكان هناك لكن مناظرها ملونة ومناظر تقدمت قربين موتادة هيتك مش هتتعب في انك تتكلم على مناظر لو جيت على المقصولة بتاعت انوبيس هاي هشوفها بالتفصيل بقى مناظرها بالكامل بلاقي فيها الاعمدة من بره بشكل الاعمدة المضلعة ليستشرت ضلع الموتادة بلاقي بعدها المناظر عليها خرطوش لا حدش بسود وخرطيش تحط مستالت وفوق عندي هنا موجود خرطوش حدش تحط مستالت انوبيس وايف وايه الملكة مصورة امامه لو شفنا المنظر حلاقي بعض المخربشات راحوا راختي وامامه الملكة اوزوريس وايف الالوان هنا بتعتبر من اجمل وارقى الالوان اللي ممكن بلاقيها عندي اوزوريس خنتي امينتو امام الغرب مقصورة او كدس اقداس المقصورة او الهيكل المقدس لانوبيس امون سيد عروش الاردين زي ما هو موجود في اللقب قدام وهو وايف في المقصورة جزء الجانبي الملكة وهنا على فكرة الملك اللي هو في الدام هنا تحطمص التالت موجود اسم تحطمص تاتو بيقدم امامه زي هنا العتب موجود عليه على الصفين الخراطيش دي خراطيش تحطمص تالت مش حدش بسود ما نعلش وشال هو اشتغل وهي تعاملت مع الامر بشيء من الواقعية لانها كانت بالنسبة لتحطمص تالت عمته ومرتبه وحماته امانتة ربة الغرب المقصورة بالكامل بكل التفاصيل والمناظر اللي فيها بتمثل تقدمات افريس سبع افريس حيات الكبرى اللي قد يمثله ارواح راعي الممثلين عندي الملكة هنا وقفة في شكل التعبد التعبد امام امون قايمة القرابين الكبيرة حدش بسود كانت ملعب هذا الامر نخبت ولا اروع بمخالبها بقوة منظرها الانوبيس واخد نفس تقديمة او نفس تلوط القرابين اللي متقدمة من حدش بسود ليه اوزوريس المقصورة قدس الاقداث بتاعها السقف فوق شايفين المنظر اعلى بتاع النجوم سقف المقبي بنين العلى المسطح الجنوبي او المستوى التاني رحلة بونت بونت واحدة من الاماكن الهمة جدا في علاقتها بمصر حدش بسود كانت اشهر رحلة لكن مش اول رحلة سحراء البداية ظهرت عندي منطحة بالتالت ظهرت عندي في القصة الـ 11 المناظر بتمثل انها منطقة جنوب البحر الاحمر زي ما شوفنا من الاسماك زي ما شوفنا من اتجاه المراكب زي ما شوفنا من تحرك الجيش المصري اللي رأيه جيش المصري كانش جيش حرب فاس كان جيش تجارة يقدر انه يروح ويقابل بس الجميل بونت نفسها هنا محددش مكانها فين هل هي الصومال زي الناس ما بترمي ولا اليمن زي الناس ما بتقول ولا المنطقة جنوب البحر الاحمر ما بين الساحل العربي والافريق حدش بسود قالت لامون انا راحة حبعد بانحسي اللي واقفه قدامنا في الصورة وخلفه الجيش المصري علشان يجيب لك كل الخير بتاع بلابونت بيقبري هو حاكم بونت يقابله ويسأله رايح فين يا بانحسي وخلفه مراته طبعا الست المليانة للصور تأتي في المتحف قال له انا راح اجيب بخور ومر وصمغ وحاجات من ارض الاله طانتر قال له ارض الاله يا عم اللي انت عايز تروحها ده ارض الاله دي محدش دخلها من اقام راعة انت حتلاقي كل اللي انت عايزه عندي وابتدى يفرجه على الحاجات اللي هو بيتاجر شاطر ارض الاله دي فين ارض الاله حسب تفسير الله يرحمه وستاذنا الراحل عبدالعي الصالح كان بيقول هي منطقة اطلب منها الخير وانا مش عارفها مكان واحد عايز يتفش من بيته فيقول يا اخي سيبوني ارض الاله واسعة ارض الاله هي مكان ترتجي منه الخير بس مش عارف مكانه فين حتشبسوت بعتت له ارض الاله وبعتت له بند جابت لامو اساتذة النبات قالوا ان الاشجار اللي جابتها حشوز ما تنفعش تزرع وبفكر حضراتكم مرة تانية بان اللي موجود قدام تحت مش هي الاشجار الاصلية ده حاجة عملت في القرن الماضي كده حاجة لطيفة اتعملت كتقليد ان المفترض كان هيبقين مش من ايام حتشبسوت حفير والكلام اللطيف ده الشجر اللي قدامنا بيقولوا ان درجة الحرارة عندنا ما تستقبلش ان هي تزرع الناس المتخصصين في الاشجار والنباتات لكن هي كانت امنية حتشبسوتك عايزة تتمنى انها تعبي كميات البخور وتقدمها الامون وتعملها وتحطها بالميخات زي ما هي بتقوله في النصين بالموازين والمكيل انا بحط لك يا امون كل اللي انت عايزه كل اللي انت ترغب فيه يبقى موجود قدامك وبطهر قدامك كل القرابين وبطهر وبقدمها لك وبقدم لك انواع البخور الحلوة بقى مش اي بخور مش اي سنتر ده خلك يا امون ده السنتر اللي جاي من بلاد بونت حتشبسوت كانت صريحة جدا في هذا الامر لعبت على وطر البعض الاقتصادي ارضاءنا او ارضاء الناس اقتصاديا من خلال ده قدرت انها تكسب امون الكاشت اللي حاصل هنا نتكلم عليه بالتفصيل بقى انه هو مالوش علاقة خالص بانه ما عملوش ثاني سنة حط مستلت ده تعمل فيه اخر ايامه وطبعا امون لما اللي قيمة شال هاللاحظ اختفاء اسم امون بالذات في مرحلة حكم اخناتون السنوات الولد نبدأ مع بعض مأسورة حطحور وزي بقول لكم سنموت انو الحامل جايزة فمجرح ليه سنموت عمل كده لكن المأسورة بمناظرها بكل التفاصيل اللي فيها من اروع ما تكون مناظر الاعمدة الحطحورية مناظر الملك وبيرضع من حطحور واحيانا يرضع ولا بيستاج الخبرش طبعا مع حورص او يرضع من غير التاج على راسه ومع حية الكبرى زي المأسورة اللي في المتحف المصري بتاعت حطلس تالت لو لقينا المأسورة بالمنظر ده وبيرضع من غير التاج وحية الكبرى يبقى ده ولي العهد في الفن بيقول لي ولي العهد تاج من غير حية كبرى عشان كده بنقول لي ان التحت رجلة حطحور في المتحف المصري مش تحط نص ثالث ده من حطب التاني هو اللي خارج منها عايز اقول لك كمان انه وانتوا طالعين على معصولة حطحور مش بتشوفوا علمين والشمال اسادين وحيان الاسادين دول بيسموهم ريت روتي والنص الهيروغليفي اللطيف بتعم بيقول روتي ايرو حر ام معت كرع يعني انه هم الاسادين اللي بيولدوا حرص يعني يبقى في هاية معت كرع فكأنهم البواتين او الحارسين بتوها البواتين اللي من خلالهم بيولد حرص ادي مقصورة حطحور من الداخل بالمركب بتاعتها بالتقدمات بالالوان الرائعة بتاعت المركب او المقصورة بتاعت حطحور ادي حطحور هنا بالالوان بتاعتها والملك بيرضع منها او بيمد ييده ليلعق منها ده بالنسبة له الحياة من خبر رع من خبر رع تحطمس ثالث او خبر كرع اللي هو تحطمس الاول و ادي النجم الصباء البوابة بتاعت حطحور وبعدين بيقولك دي الصباح و بوابة المعبد بتاعها خبر كرة قادر رضع قادر تاج الخبر شو ده تحطمس الأول وده تحطمس ثالث أس وورادها كأنه هو حورس ابنها مستوى الثالث في معبد الدير البحري بيمثل عندي أهمية كبيرة لأن بيظهر فيه شغل البولنديين ما قصير للآله وما قصير لبعض الملوك الأسلاف الأعمدة الوزيرية بترجع عصر الأسرة التسعتاشر من الترميمات اللي عملها رمسيس التاني الممثلة عندي لكن أهم شيء قدس الأقدس قدس الأقدس عندي فيه الجزء ده بيمثل عندي أهمية كبيرة لأنه فيه مأسرتين واحدة ليه أمنحطب ابن حابو وواحدة ليه أمنحطب في العصر اليونان يعني التهامل مع أسلاف الملوك المصري أسلاف العبقريات المصري العالم كان بيحترم عبقرياتنا شو قدس الأقدس والمسطح الثالث البحثة البولنديية الحياة عاملة شغل كويس في تركيب أجزاء كبيرة وتركيب مناظر عيد الأوبتة والأجزاء بتاعته والمقاصير الشمالية والجنوبية لأمون والرعى وليت حطمس الأول والمناظر قدي الترال الأربعة على فكرة يا جماعهم اللي انتوا فاكرينهم الأحمر والأزرق والأحمر والأبيض والأخضر والأسود الأركان مصر مقاصير الوسط اللي بتمثل الجزء بتاع قدس الأقدس أجزاء من عيد الإنت أو عيد الوادي كمان هتظهر قدي جزء بتاع قدس الأقدس قدي تحطمس تاني وتحطمس تالت في منظر حلو جدا في جزء من عيد الوادي قدام أمون بتاعت الشمال وتاعت الجنوب في الناحيتين الاثنين مع بعض الأب والأب التمثيل الأزرية اللي بترجع لعصر الرعامسة اللي أضيفت ليه استكمال المقاصير قدي الملك تحطمس تالت هنا أمام نفترض أمون راع وهو بيقدم له القربين ومقاصير ومناظر بتتجمع كلها للآلهة وبلوكات حجرية كلها لما بتتركب هتظهر لنا الجزء التالت إنه لا يقل روع وجمال عن بقية المعبد أدي جزء من القبت وجزء من الإنت كمان اللي بيظهر فيه الجزء ده بالعيدين المقدسين الملك والكاب بتاعه أمام أمون راع سيد عروش الأرضين معبد حتش بسود نموذج من أروع المعابد أتمنى نلتقي في معابد ومظاهرات أخرى شكرا لحضراتكم اشتركوا في القناة